دع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يواف جالانت ونسبت صحيفة يدعوت أحرانوت إلى بن جفير قوله في مقبلة معها إن هناك مرشحين جيدين سيكون لدى نتنياهو من يعينه دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي عن إعادة احتلال قطاع غزة يوما بعد يوم يزداد الانشقاق في الداخل الإسرائيلي سواء على المستوى الحكومية أو الشعبية حكوميا طالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بن جانس رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس جانس أضاف في مؤتمر صحفي أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من ست نقاط بحلول الثامن من يونيو المقبل وهدد في الوقت ذاته أنه في حالة عدم تلبية توقعاته فسوف يسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو في غضون ذلك دع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الحرب بن جانس إلى الاستقالة من حكومة الحرب التي تدير الحرب على قطاع غزة لابيد قال إنه يتعين على جانس أن يعلن أنه لم يعد قادرا على تقديم يد العون لهذه الحكومة التي تتخلى عن المحتجزين في قطاع غزة وعن شمال إسرائيل وتسحق الاقتصاد والطبقة الوسطى من جهته دعى عضو الكنسات اليساري المعارض عفر كساف الشباب الإسرائيلي إلى رفض الخدمة في الجيش وعدم المشاركة في عملياته في قطاع غزة عضو الكنسات أضاف أن الحرب على قطاع غزة جريمة حرب داعيا الشباب إلى عدم التضحية بأنفسهم من أجل من وصفهم بعصابة من المجرمين شعبيا شهدت شوارع تل أبيب وخمسون موقع آخر بالداخل المحتل تظاهرات حاشدة لمطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإبرامي صفقة تبادل فورية لإعادة المحتجزين في قطاع غزة المتظاهرون طالبوا بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة متهمين رئيس حكومة الاحتلال بعرقلة التوصل لصفقة تبادل من أجل أهداف سياسية